برؤيتها لهوية لبنان الاقتصادية هاي ملاحظة الاولى واللي مدخل لاعادة صناعة هوية اقتصادية ان تكون للاحزاب السياسية وللنقاش سياسي جزء منه حول ما هي الهوية الاقتصادية وهو ان يكون هناك اكسرية من اللبنانيين تتجيباد الاتجاه واقلية بالاتجاه الاخر النقطة التانية اللي كمان نشوفها انه على صعيد المؤسسات وهيدا نقطة ضعف كتير مهمة اليوم عم نعيش منا بوضع الهوية الاقتصادية في هناك مجموعة من المؤسسات اللي هي لازم تشارك ليس فقط المجلس النيابي او الحكومي انما ايضا الجمعيات ان كانت جمعيات مهنية او ان كانت نقبات او ان كانت جمعيات مجتمع مدني وهون كمان في نقطة ضعف اساسية عم نشوفها بلبنان وبالعالم العربي حول كيفية التفاعل لصناعة هوية اقتصادية لانه صناعة الهوية الاقتصادية الدولة او الحكومة يصنعها كل مكونات المجتمع النقطة التالتة هي وهيدا يعني من خلال تجربة اللي عم نعيشها وانا عم شوفها حاليا بمجموعة من الدول العربية هناك سؤال اساسي او هناك هدف اساسي لا يوضع عند وضع الرؤية الاقتصادية او الهوية الاقتصادية هي الانسان كل الاصلاحات اللي صارت بالعالم العربي خلال العشرين سنة الماضية ما اخدت بعين الاعتبار انه هدف اي عمل عام او اي هوية اقتصادية هي بناء الانسان بناءه اقداره رفاهيته وحمايته لهيدا السبب نرجع نحن بموضوع يعني اعادة صياغة هويتنا الاقتصادية نرجع نقول انه الهدف الاساسي هو ان تكون كل هويتنا الاقتصادية لتمكين الانسان اللبناني وهيدول مفاهيم صحيح بسيطة بس اليوم عم نفعدهم او ما عم نقدر ندخلهم ضمن ايطار التفكير العام حتى لو صار في اختلاف بالرؤى الاقتصادية وبالنتيجة اي عملية بناية هوية بده تكون تراكمية يعني بتجرب سياسي ما بتفشل ترجع بتصلحها وهون بيصير التغيير السياسي او تغيير الاكتاريات السياسية مبني على القدرة على محاسبة ومرائبة لأفكار وطروحات اقتصادية واجتماعية معين نحن رح نكمل بس بسؤالين من بعدها رح يكون في منصة الشباب اللي رح يعرضوا افكار مجموعات العمل فبعد معنا خمسة اي اول شي بده تشكر منتدع الدعوة وبده تشكر الشباب على الافكار اللي طرحينا اسمي مروة ابو داية وناشطة اجتماعية وسياسية شكرا على الاقتراحات لقلنا كشباب كتير مهمين وكتير بيساعدونا بكل الشغل اللي عم نعملو كناشطين اجتماعيين بس بحب كمان اسمي اقتراحات للمجلس النيابي اقتراحات لوزارة التربية لانو حكينا كتير عن التربية وبفتكر خير من بيعرف عن قدر صعب تعديل منهج او ادخال اي حقيبة جديدة على المنهج معقول ينشغل عليها مع المدارسة الرسمية ولا الفاصة وكمان على الجامعة الليبنانية لانو حكينا عن دور الجامعة اقتراحات للنواب اقتراحات للوزارة كيف لانو ايد واحدة ما بتزقف لحالنا ما رح نقدر نكفر اذا بدنا نغير بدنا نغير سوا واذا بدنا نغير بدنا نلقي التجاوب للاسف بهكى اللقاءات على طلبكم في موجود نايب اثنان ثلاثة بحب شوف مئة نايب مئة وثمانة وعشرين نايب موجودين بهكى اللقاء بحب يتأسس لجنة او تتفاعل لجنة للاعمال البحث والتطويري اللي حكيت عنا تكون مشكلة من مجتمع مدني من اكاديميين ومن نواب ووزارة لما منفاعل هايدي اللجنة يمكن هي موجودة بس نحنا ما منعرف او مش الكل بيعرف نقطة تانية للمنتدى عن اقتراح السياسة اقتصادية واجتماعية هاي السياسة موجودة مطورة ومشغل عليها اشخاص كتار من المجتمع المدني واكاديميين وباحثين فيها تكون نقطة انطلاء للكم اكيد مستعدين من شركة هي موجودة يعني للعالم شكرا نحنا معكم اول شي والهلا عم بتصفح الافكار حلوة كتير يعني كان فيه عدة افكار حلوين لكن جوابا على سؤالك بالاحرام نحنا متمنى يكون فيه مشاركة منكم معنا بصورة متواصلة اذا بدي وخاصة بالاقتراحات والافكار الجديدة هلا بالمجلس بيعرف معي الوزير واكيد رئيس لجنتنا انه فيه عنا افكار حديدة لكن تطبيقها بيكون كتير صعبة ايام من هيك يعني اي فكرة جديدة اولا نحنا مستعدين نتقبلها واكيد بنقعد كمان يعني نتفاوض عليها نوعا ما فيه ايضا تسويات سياسية معكم كمان ببعض المواضيع واذا مش بي اكثرها اجل لهالافكار الجديدة مثلا انا ايام شو عم بصير يعني بيبيه هالعمل هاللي نحنا فيه والعمل السياسي والضغط ولا اجواء هالضغطة بهالبلد عنا مش عم نقدر نوصل لفكرة ايام تكون واضحة تطبق فعلا عم نضل على الامور التقليدية وهيدي بها نطلع منا نحنا لكن بتمنى عليكم تكون افكار كون حسب البلد يعني ما تكون افكار كبيرة فيه هون افكار ما بتتطبق يعني حتى لو فيه عندنا هالارادة هالارادة القوية انو بدنا نعمل هالمشروع الكبير وكذا باعتقد المشاريع الكبيرة عم تفشل بلبنان يعني اذا فيه مشروع منطقي يعني وايام مهضوم ايام مشروع مهضوم وفكرة تكون مهضومة تطبق ونوصل لنتيجة اسرح نحنا معكم نحنا متضمين معكم للاخر ومنعرف الظروف صعبة بلبنان لكن بدكم تستمروا واكيد معالي الوزير حكى كلمة حلوة عن موضوع الانسان والايمي البشري والايمي الانسانية اللي مهمة ان احنا لقلنا بلبنان لكن بدنا نحافظ عليها وفيه عندنا معركة كبيرة وطويلة يعني بالبلد خارج عن السياسة اكيد على الصعيد الشبابي شكرا انا بدي بس على النقطة اللي تفضلت وتحكيت عنه الموضوع التربية اللي ضويت عليه والفترة الماضية من حوالي سين ونص بناء على طلب من الدولة اللبنانية امنا بدراسة حول شو هي مكونات وامكانات النمو بلبنان كيف فينا نحنا نستمر بنسبة نمو مرتفعة تنعكس بطريقة اكبر مشاركة بتحسن الوضع الاقتصادي بترفع من القدرة الشرائية للمواطن وبتزيد فرص العمل وبالواقع بكل القطاعات او الافكار ما يسمى الانيبلرز اللي هني المحفزات للنمو عم يكون موضوع التعليم هو الموضوع الاساسي وانا هوا بدي افصل بين نقطتين وما رح فوت كتير بالعمق لانه هيدا بده لحاله حوال في التعليم كبناء القدرة البشرية وفي المؤسسات التعليمية نحنا ما في شك حتى لو عنا مؤسسات تعليمية راقية جدا ومميزة بحاجة الى اعادة نظر بمفهوم التعليم والتثقيف او سقل المهارات بالاقتصاد اللبناني وبدي اقول ثلاث نقاط كتير محدد اول نقطة يلي هو مسؤول عنها ليس فقط الجامعات انما مسؤول عنها الاقتصاد هي هناك هو كبير بين ثقل المهارات بالجامعات وتقريبا انعدام ثقل هذه المهارات باي مؤسسة من القطاع الخاص او بمؤسسات قليلة جدا وكذلك الامر بمؤسسات القطاع العام بناء الانسان لا يتوقف واحد اتنين التغييرات الاقتصادية والتحديات الاقتصادية بتتطلب من كل الدول انه على طول تكون قادرة انه تتكيف مع الحاجات الجديدة للاقتصاد لهيدا السبب ضروري انه احنا ناخد بعين الاعتبار انه عملية التعليم هي اشمل من انه بتقاف عند نهاية الجامعة هيدا واحد اتنين اليوم اذا منطلع لبنان موقعه بالتميز العلمي وخاصة التميز البحسي اللي هو عنوان الاختلاف رح يكون بالمرحلة اللي جاي بالعالم نشوف انه نحنا كتير ضعاف يعني اليوم نحنا ما رح نقدر نكون موجودين على الخارطة العلمية بالمنطقة مش بس بالعالم اذا ما عنا يعني استراتيجية وواضحة كيف بدنا ندعم موضوع البحث يعني زيادة قدرة الجامعات بلبنان على البحث العلمي البحث العلمي هو رح يكون العنصر اللي رح يفرق الجامعات المتميزة عالميا مع الجامعات الاخرى النقطة التالتة اليوم نحنا ما قادرين نستمر بنظام تعليمي هدفه واحد انه يطلع ما يسمى تلميز التعليم العام التعليم المهني اثبت انه هو النقطة المتميزة اللي قدرت سمحت لدولة مثل المانيا اليوم انه تقدر تدل تحافظ على انتجيه وعالة نفسية باوروبا الموضوع الثاني اللي اتفضلتي وحكيتي عنه اللي هو حول السياسة او رأيك او اختراحك لشباب انا بدي ارجع ركز على نقطة اسيسية اليوم نحنا ممكن نختلف بالافكار الاقتصادية ونختلف بالرؤى وصناعة المستقبل الاقتصادي انما يجب ان نتفق على اسيسيات اسيسيات بتقول انه اولا نحنا في شي اسمه يعني في شي اسمه الخير العام بدنا نحافظ عليه جزء منه بيئي انساني جزء منه محافظة على الطبيعة النقطة التانية الانون هو النقطة الاساسية يعني ولسوق الحظ نحنا في لبنان على طول الانون منكون مارينين معه لا نقدر نحافظ على توازن سياسي ما انا برأيي بدنا نرجع نخلي التوازن السياسي يحترم الانون مش يكون المرونة عند الانون يكون المرونة عند السياسية النقطة التالتي وركزت عليها اليوم على طول نحنا عم ننسى انه الانسان هو صلب اي سياسي يعني صلب اي عمل عام او سياسي عام من كانت عم تقوم فيها الحكومي او مجلس نيابي او حتى مجتمع مدني والنقطة الاخيرة ما في شك انه اليوم واللي عم نشوفه نتيجة الحراك اللي عم يسير بالعالم العربي انه القدرة على التغيير اكبر